مصدر داخل نادي الزمالك قال لرقم عشرة ان الزمالك بيرفض رحيل حسام أشرف المصدر قال لنا ان اللاعب تلقى عرض من المقارن العرب ولكن الزمالك رفض رحيله وايضا تلقى سناء حراسة المرمى محمد نديم والساد عطية عروض من أندية أخرى وتم ايضا رفضها بقرار من جوسفى الوفيريرا المدير الفني للفريق كمان مصدر داخل نادي الزمالك قال لنا ان احمد دعيد زيل ايمان للفريق طلب بشكل واضح حس مصيره في زل عدم مشاركته في المران بطلب من فرييرا الراجل احمد عيد قال لنادي الزمالك انا عايز اعرف موقف ايه انا مكمل ولا مش مكمل هرحل ولا مش هرحل عشان فيها عرض عندي ومحتاج اخد قرار فيها برغبة طبعا او بموافقة نادي الزمالك ايضا في نادي الزمالك مصدر قال لنا ان فرييرا جدد رفضه لرحيل محمد اشرف رؤر لاعب وسط الفريق قال نصا كده اجماعة انا اللي طلبت التجديد لي انا اللي طلبت بقاءه مع الفريق انا اللي شايفه اضافة للفريق وبالتالي انا مش عايزه يمشي من الفريق كان فرييرا طلب مران عطية وطلب عمر السيسي كمان عشان يزوده وسط الزمالك مع رؤة مش بدايل لمحمد اشرف رؤر ده طبعا في ظل كمان اصابة دونجا في الوقت الحالي والاصابة اللي ممكن تطول شوية نادي الزمالك من ناحية تانية وافق على اعارة محمود شبانة مدافع الفريق لنادي اسموحة لمدة موسم اللاعب يعني كان عائد من اعارة من نادي الاتحاد سكندري لكن فرييرا ما كانش مقتنع انه يكمل مع الفريق محمود شبانة هيبقى من العناصر المهمة في نادي اسموحة كنتكلمت مع كابتن طاري العشري في على هامش اللقاء اللي احنا اجرناه امس مع الموديل الفني لنادي اسموحة وقال ان الشبانة من العناصر اللي ممكن تزود الفريق وهو عايز لما هيحط عناصر جديدة للفريق يكون عندها خبرات وشاف ان الشبانة عنده خبرات فيها الدوري الممتاز خاصة انه بيعتمد على كثير من اللاعبين الشباب في سموحة الموسم القادم نروح